السلام عليكم البنات كديري اللي بس عليكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخاوة على خير اليوم ان شاء الله جيد نشارك معكم واحد الفيديو ديال التقلية او الدوارة او الكشة يعني كل واحد وشنو كيسمي على حسب المنطقة ديالو مهم انا نشاركه معكم بالطريقة ديالتي الصراحة كتجي زوينة بزث وكتجي الليدة وكتجي يعني شي حاجة زوينة مهم بالطريقة اللي كندير لها انا كتجي زوينة بزث وكتمنى انها تعجبكم وطرق ليكم وتجربوها على الطريقة ديالتي يعني كل واحد وطريقة ديالتقلية او الكرشة او الدوارة يعني كل واحد كيباش كي طيبها مهم انا شخصيا اه كان ناخد هاد التقلية تعجبني خصوصا ديال العيد الكبير او عيد الاضحى اه كان اغسلها مزيان كنتبه انا شارك معاكم صراحة اه الفيديو كيفاش كنغسلها ساعة يعني الحمدللله مرت في العيد مرت يعني ما اقلتش على العيد وما اقلتش على التشيح حاجة مهمة كيف كتش شوفوا هاي اتقلية ديالي بعدما غسلتها انا كنغسلها البنت عادي كنكرتها بالموس وكنديلها الخل وكنديلها الخمارة ديال الحلوى الخمارة الحمر ديال الحلوى كنخليها فيها واحد شوية صافي وتنكرتها بالموس كي اللي كيسلقها كي اللي كيكب عليها المطايب ويخليها ويصفيها مهم لا درت لها الطريقة يعني ما تحتاج بما انها جديدة صافي البنت غادي لنا اخد تحميرا البزار اذاك القذبور واليازير وورقة سيدناموس اللي كتشاركت معاكم السكن جبير ماشي ضروري مهم انا كنديرو الكوركم ملحة وحد ربعات الفصوص ديال التومة يكونوا متوسطين والكامون معلقة كبيرة ديال الكامون كيف كتعرفوا ان التقالية كذبوهي الكامون صافي هادو هم المقادر وغادي لنا اخد زيسون حمر شوية القذبور والمعدنوس ماشي شوية يعني واحد كمية لبأس بها الحامض مصير واحد المعلقة كبيرة ديال المعطشة الحك او طماطين مركزة واحد البصلة متوسطة انشاء الله درقيقة او لا تحكوها في الحكاكة كي اللي ما كيديرش البصلة في التقالية انا كندير البصلة كتجيزوينة صراحة سافة البنات غادي ناخد ديك التقالية ديالتي غنديرها في الكوكوت او طنجرة الضغط بعد مما غسلتها مزيان ونقيسها ورقتها في الخل والبيكانج بودر هاديك الخميرة الكيموية او الخمارة ديال الحلوة كل واحد شنوس يقولها الخمارة الحمرة سافة رقطتها وقطعتها صغيرة كيف كتشوفوا درس معها هرية ودرس معها هاديك القرجوطة سوف ندير توابيل كاملين غندير ديك الخرقوم والملحة والتحميرة وشوية البزار والسكين جبير والكامون معلقة كبيرة دي الكامون سوف ندير توابيل كاملين ورقة سيدنا موسى ولي كنت شارك سمعكم في القتبان سوف نديره في القديد وفي الطياب كي يجيزوين بزاف ويعطي واحد الماضا قوي عرل بالناس والله العظيم المرة الجيه يبقي نحيين ان شاء الله نشارك معكم طريقة ديالتو يجيزوين سوف ندير التومات سوف نحكم اضافة نحكم في الحكيات بطبيعة الحال يلا كانت التومة غليلة دروها غير ثلاثة ولا جوج يلا كانت صغيرة بحال هذه اللي عندي انا متوسطة نديرت ربعة ربعة الفصوص ديل التومة سوف نضيف الربيع والمعدنس سوف نضيف البصلة سوف نضيف الربيع والمعدنس سوف نضيف الربيع والمعدنس سوف نضيف البصلة سوف نضيف الربيع سوف نحركها جيدا. سوف نضعها فوق البوطة. سوف تقلل. سوف تقلل حتى تطلق المديال. سوف نضعها فوق البوطة. سوف نضعها فوق البوطة. سوف نضعها فوق البوطة. سوف نضعها 10-15 دقيقة. سوف نضعها قليلا. سوف نضعها كبير. سوف نضعها كبير. سوف نضعها كبير. سوف نضعها. سوف نضعها 15-10 دقيقة. سوف نضعها. سوف نضعها. قليلا. سوف نضعها. سوف نضعها 10-15 دقيقة. سوف نضعها. سوف نضعها حتى تطلقها جدا. سوف نضعها 1-15 دقيقة. سوف نضعه سوف نضعها. من الوقت لا تمر بالمجانب. نضيف زيتون نضيف زيتون نضيف 1-5 كاس الماء نضيف 1 كاس الماء نضيف 1 كاس الماء سمع الماء نغطي عليها نضيف 10-15 دقيق سوف نحيدها من فوق الحافية ستكون طعبس حيث هي اصلا نضغيص الطيب هي والشركة هنا البنات كنتمنى انكم اللي لم تشتركش في القناة تشترك وتشعر الجرس باش يوصلها اي جديد ومارحبا بكم في القناة وان شاء الله اي حاجة درتها غنشاركها معاكم انتم البنات بعدما قليتها صديت على الكوكوت ودرت لها صفارة وخليتها مبينة عشراتي تلقى 15 دقيقة وصابي كانت هذه النتيجة من بعد مدى 15 دقيقة صراحة تلقيتها طابت منجوش لكم والاسباح للزبدة وكنتمنى هاد الوصفة تعجبكم بطرق لكم كتجيب نينا وكتجي لديدة وانا سنخليها تطيب حتى تقرب انها تلصق في القاعد الكوكوت يعني ما يبقاش فيها حس المنيهائيا كتجي غير هادك الزويتة اللي فيها وهذا كتسم ديال هذيك ديال هذيك التقليه وديال ذاك الشي اللي كيتطلق يعني كتجي زوينة بزاف صراحة انا كتعجبني هاكا زائد كانت تعجبني قطعة صغيرة يعني كان قطعة رقيقة رقيقة مزيان هادشي لكينات بنات وبتوفيق اليكم كاملين ان شاء الله متنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجارس وتخليوا ليشي كومنتين زوين بحالكم وبتوفيق الجميع ان شاء الله في فيديو اخر سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة